أقباس من الإمامة آية التطهير تشمل النساء الدليل مع الآل أولاً جاء في سورة الأحزاب من الآية الثانية والثلاثين إلى الآية الخامسة والثلاثين المقطع الأول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن أولاً فلا تغضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ثانياً وقلن قولاً معروفاً ثالثاً وقرن في بيوتكن رابعاً ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خامساً وآقمنا الصلاة سادساً وآتينا الزكاة سابعاً وأطعنا الله ورسوله ثامناً واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة المقطع الثاني إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس أهل البيت ويطهركم تطهيراً المقطع الثالث واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيمة ثانياً قوله تعالى يا نساء النبي يشمل فاطم عليه السلام مع الزوجات رضي الله عنه أولاً لا يخفى أن مولاتنا الزهراء عليه السلام من نساء النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة والسلام بقرينة قرآنية أليف المسلم به أن النساء نساءنا في آية المباهلة تشير إلى فاطمة الزهراء عليه السلام قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل با في آية الجلباب ذكر النساء المؤمنين بالعنوان العام ونساء المؤمنين وذكر النساء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بتفصيل لأزواجك وبناتك إذن تدخل فاطمة عليها السلام ضمن نساء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما تدخل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم ثانياً المتحصل لا إشكال في دخول سيدتنا الزهراء عليه السلام في خطاب وأحكام آية التطهير وما سبقها ولحقها من آيات النساء في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن لا تخضعن قلن قرن لا تبرجن أقمنا آتينا أطيعن أهل البيت اذكرن ما يتلى في بيوتك ثالثاً زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة بنات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك زينب وأم كلثوم شقيقتا فاطمة عليهن السلام يشملهما خطاب وأحكام آية التطهير وآيات نساء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في سورة الأحزاب من الآية الثاني والثلاثين إلى الآية الخامس والثلاثين على فرض نزول الآيات الثاني والثلاثين إلى الآية الخامس والثلاثين من سورة الأحزاب قبل وفاة رقية بتاريخ الثاني من الهجرة تكون مشمولة بالآيات وأحكامها كشقيقاتها زينب وأم كلثوم وفاطمة عليهن السلام رابعا أهل البيت يشمل الزوجات بقارينة قرآنية أليف كما في الخطاب القرآني لزوجة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت قال تعالى ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت باء وكما في استثناء زوجة لوط من أهل لوط عليه السلام فأسري بأهلك إلا امرأتك قال سبحانه ولما جاءت رسولنا لوط سيء بهم قالوا يا لوط إن رسل ربك ليصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم جيم يستفاد من قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فأسري بأهلك إلا امرأتك إنه لا إشكال في شبول آية التطهير لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما تشمل بنات النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة وسلام فتدخل الزوجات والبنات عليهن سلام في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الريتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اشتركوا في القناة